وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْضَ اللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنْ عَلَيْهِمْ بُنْيَانا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا وكذلك بعثناهم ربنا بعث مين أصحاب الكهف اللي ناموا في الكهف كم سنة تلتمية وتسعة سنة ليتسألوا بينهم ربنا بعثهم عشان يتسألوا عشان تظهر الحقيقة قدرة الله على إحياء الموت يشوف الناس معجزة معدام عينهم فيؤمنوا ويصدقوا أن الله قادر على إحياء الموت قال قائل منهم واحد من اللي كانوا في الكهف بيقول كم لبثتم إحنا عدنا أديه في الكهف قالوا في بقى فريق قال لبثنا يوما أو بعض يوم إحنا ممكن نكون عدنا يوم كامل في الكهف نايمين يوم كامل 24 ساعة أو بعض يوم أو قال من 24 ساعة جزء من يوم الفريق الثاني قال وحس كده أنهم قعدوا فترة طويلة قالوا ربكم أعلم بما لبثتم إحنا مش عارفين عدنا أديه والموضوع ده مش حياتي منه فائدة كبيرة عدنا يوم عدنا أكثر عدنا أقل خلونا في المفيد فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة مين يقول يعني ورقكم؟ العملة بس كلم الورق في اللغة يعني العملة دي شكلها إيه؟ فضة أحسنت إبقى كلمة الورق بمعنى الفضة فهم معهم عملات من الفضة دراهم بقى من الفضة المهم الفضة خدوا الفضة دي عشان نشتري طعام عايزين ناكل فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة شباهم في الظروب دي والمدينة بتدور عليهم والملك بيدور عليهم عشان يعني يرجعهم إلى دينهم الباطل من عبادة الأوثان أو يقتلهم وفي الظروب وهم بقى في كهف ومع ذلك يتحرون الحلال فلينظر أيها أزكى طعاما يعني أطيب طعاما الطعام الحلال الطيب يوعى تشتره شيء خبيث لازم ناكله أكل حلال طيب طاهر مش أي حاجة والسلام فليأتيكم برزق منه يشوف أطيب طعام في المدينة وياخد ونشتري شيء من هذا الطعام الطيب عشان يكفينا لأكلنا ورزقنا وطعامنا وليتلطف يعني وليتلطف مش معناه يكون لطيف لا معناه يكون وإن كان ده يعني المعنى يحتمل أن يتلطف بمعنى النطف لكن معنى النطف عموما في اللغة بمعنى الخفاء يعني وليستخفي إحنا برضو لسه مطاردون فيبقى شيء مش مبين نفسه علشان محدش يسأل عنا ويؤذينا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا محدش يحس بكم علشان لا نؤذاء إنهم يظهروا عليكم شو بقى النتيجة لوحد اطلع عليهم يرجموكم الخطر المتوقع الرجب حتى الموت أو يعيدوكم في ملتها أو يجبروكم أن تعودوا إلى دين عبادة الأوثان وهذا باطل وساعتها ولن تفلحوا إذن أبدا طبعا أنا متخيل بقى الراجل راح وعمالي يلف في المدينة وشايف الدنيا متغيرة والطرق متغيرة بعد 300 سنة تخيل الآن بعد 300 سنة الشكلة بعمل إزاي هو نفس الحكاية والشيء غريب وعجيب وهو مندهش كمث اندهاش كأنه أصابوا جنون أو سحر وعمالوا ليه اللي بيحصل ده وطبعا ادى العملة للبائع والبائع شايف العملة وتعجب العملة دي للسابقية ويديها لجاره وجاره يبصوا ويبحلق في العملة والناس ينضي بعضيها وانت منين يا عم وانت اي حكايتك ويروحوا للملك والملك فعلا يأتي بهذا الرجل ويقول له انت فين وإيه ظروفك فيوري له الكهف اللي هو ما فيه اهل الكهف والناس تعرف قصة اصحاب الكهف ويبتبقى معجزة قدام يعنيهم ان الله يحيي الموتة وان الله قادر على الاماتة او ان ينيم الناس كل هذه الفترة ويقذهم من جديد وكذلك اعثرنا عليهم جعلنا الناس تعثر عليهم ليعلموا ان وعد الله حق يشوفوا بعينيهم شيء قريب من احياء الموتة لان يا اخوانا في هذا الزمان زي ما كان برضو على العهد قريش كان عندهم مشكلتين قريش عبادة الاوثان والاشراك مع الله وعندهم مشكلة انكار البعث بعض من مشركي قريش كانوا بينكروا البعث ما فيش حياة وضرب لنا مثلا وناسيا خلقة قال ما يحيي العظامة وهي رميم فالنزل برضو كده عندهم مشكلة عبادة الاوثان ومشكلة بعضهم يعني انكار البعث فربنا قال ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم عرفت بقى التنازع كان فيه في قدرة الله على الاحياء فريبي يقول ايو ربنا يحيي الموت وفريبي ينكر البعث ويقول لا يحيي الموت فخلاص بقى شافوا المعجزة واتطمنوا وعالموا ان وعد الله حق فقالوا ابنه عليهم بنيانا الناس اللي موجودة بقى ايه اه اللي حصل يا اخواننا ان اهل الكهف ماتوا جوه الكهف كأنهم شاهدوا هذه المعجزة وبعدها بقليل ماتوا داخل الكهف فالناس اختلفت في امرهم فينا سألوا خلاص ابن بنيان سدوا باب الكهف ده كأنه مدفل ليهم وربهم اعلموا بهم لابا فيه فريق قال فقالوا ابنه عليهم بنيانا ربهم اعلموا بهم الفريق التاني والفريق ده اخواننا كان من اصحاب النفوذ والسلطة والغلبة يعني زي الملوك ونحو ذلك قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا لدي احنا حليب بن مسجد على الكهف اللي هو يعتبر قبر ليهم هنا طبعا بعد اهل البدعة يقولون اذا يجوز بناء المساجد على القبور وقلنا الرد على ذلك سهل جدا لان ده شرع من قبلنا كما قال ابن تيمية قال حتى وان ثبت ذلك فهذا شرع من قبلنا ليس بشرع لنا دي ما ايض زمزم يا اخوان زمزم ليه مشهور بلا فوجد في شرعنا ما يخالف هذا الامر قال عليه الصلاة والسلام انه كان اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبرهم مسجدا الا انهم شرار الخلق عند الله الا اني انهاكم عن ذلك في شرعنا كلام صريح ما انفعش تبني مسجد او مكان العبادة على القبر قبر اي رجل صالح مهما كان فالرد على الجزئية دي اول حاجة لقول حتى لو ثبت ذلك فاذا شرع من قبلنا وقد وجد في شرعنا بيخالفه الامر التاني ان ربنا قال قال الذين غلبوا على امرهم يعلميش من اهل العلم اهل السطوة والنفوذ اه ممكن يكونوا مسلمين على الدين ولكن عندهم جهل وعاطفة على حساب العلم كعدد كثير من الملوك ممكن ملك يتقرب الى الله بشيء بضعة ما عندهش العلم الكافي فما فيش جليل ان اللي غلبوا على منه اهل علم بل لفظة غلبوا على امرهم تدل انهم من اهل النفوذ الذين يتصرفون بالعاطفة دون ان يتأكدوا من موافقة هذا لشريعة الله ام لا اخيرا بقى النبي عليه الصلاة والسلام ربنا بيقول له حيتجادل اهل الكتاب في قصة اهل الكام ففي اللي حيقول ان كان عددهم تلاتة والكلب هو الرابعهم وفي اللي حيقول برضو من اهل الكتاب ان كان عددهم خمسة والكلب هو السادس وهذا كله ايه القول دا والقول دا رجما بالغيب كلام بدون ادلة وكلام ظني ليس عليه دليل وفي اللي حيقول سبعة والكلب هو الثامن والعلماء قالوا هو دا الراجح ليه لان ربنا معقبش بعديها يعني لما ذكر الاقول السابقة رجما بالغيب انما لما قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ربنا سكت كأن هذا حق فده الراجح يا اخواننا حتى ابن عباس قال كنت من القليل الذي يعلموا عدد يعني عدد اهل الكاف قل ربي اعلموا بعداتهم مش قضيتنا سبعة ولا تمانية ولا اكتر واقل مش هينباني عليها كثير عمل قل ربي اعلموا بعداتهم عداتهم يعني عددهم ما يعلمهم الا قليل يعني في ناس هتبع عرف العدد بس القليل فلا تماري فيهم يا محمد لا تجادل في قصة اهل الكاف واحوال اهل الكاف وعدد اهل الكاف لان اهل الكتاب ما عندهمش علم كافي بالموضوع ده فانت ما تجادلهمش فلا تماري فيهم الا مراءا ظاهرا الا اللي اللي جاءك بوحي هي دي الحقائق المتعلقة بقصة اهل الكاف ما سوى ذلك لا تجادل في ذلك ولا تستفت فيهم منهم احدا ما تسألش حد من اهل الكتاب عن قصة اهل الكاف فان الله قد قص لك ما كان على سبيل الحقيقة والقطع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه